وبيقولوا اللون الأحمر لون ناري معقول يا ترى إذا قضينا يوم كامل باللون الأحمر نصير هيك نيرانيين وعصبيين وكيف رح ينتهي يومنا خليكن معنا لنشوف بقية الفيديو وأهلا وسهلا فيكن ويسعد أوقاتكن بعائلة محمود يوم جديد وفيديو جديد اليوم رح نعيش معكن يوم كامل باللون الأحمر ورح نشوف كيف رح ينتهي يومنا فيديو كله حماس وكتير كتير حلو ونحن كتير مبسطنا فيه وإذا كنتوا عم تشوفوني لأول مرة ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكون كل جديد وتعليق حلو منكن يحفزنا ويخلينا نعمل فيديوهات أحلى وأكتر أول الشي كلاياتنا البسنا باللون الأحمر والأبيض ادمجنا مع الأحمر الأبيض منشان هيك نشوف كيف تناسق الألوان وكيف رح يزبط الشي إذا عشنا بلونين بس بيوم واحد وهيك أنا بلشت نسق للولاد التياب ونسق لهم الأكل منشان بس يكون لونين بيوم واحد وهيك مثل ما شايفين اللبست للولاد التيابهم وبلشت حضر لهم لفطور عبارة عن أبيض وأحمر بس هون جبت التوست لونه أبيض ودهنت على زبدة وبلشت حط صوس فريز اللون الأحمر وحضرت العنب بلون الأحمر وبنادورة وهون حطيت لبنة طبعا بدون زيت بدون أي شي منشان تكون بس لونها أبيض لأنه نحن مختارين بس هدول اللونين وبعدين حطيت لها زي انتا بالعنب الأحمر وبلشت أفرم بنادورة والأخيار ضلت شوي منه هيك بس هو من جواته وكلياته كمان على لون تقريبا أبيض وهيك بلشت نسقلهم وصحون منشان كمان بدي شوف شو ردت فعلهم يا ترى رح يعجبون ولا لا وعملت كمان توست وحطيت له بقلبه جبنة كمان بيضة منشان هيك يكون كلياته متناسق مع بعض وبلشت قطعلهم إياهم هيك وحطلهم معهم التوست والمربع وحطيت عليهم من هدول الرشات كمان لونها أبيض كلها يعتوا أبيض لنشوف كمي مرة رح نذكر اسم الألوان بالفيديو وبعدين كمان عملت شاي اللون أحمر وهيك حطيت لبنوتي صغيرة صحان وبلشت تتخبس بعد ما خلصنا من الفطور وكتير كان تردت فعلهم حلوة ونبسطوا فيها وبتزينوا الصحون يعني الواحد بيعمل هيك كل ما شي شغلات جديدة منشان الولد يكون عنده قابلية للاكل أكتر جهزت هدول الوراق وكتبت عليهم كل مين بدوا يعمل الشي كمان باللون الأحمر هلا عنا هدول ثلاثة وراء كل واحد رح يختار وراءة تمام يلا واحد اثنين ثلاثة اختاروا كل مين وراءة كل واحد شو مكتوبة على الورقة بدك تشتري باللون الأحمر لا ما خربك افتح لياها محمد يلا شو مكتوب؟ هلا أنا مطلع لي مكتوب بدك تشتري عصير باللون الأحمر أنا باللون الأحمر يا فرجيني ها بدك تشتري هدية باللون الأحمر ها يلا هلا تختار شنوبيا باللون الأحمر هلا بدنا نروح للمحل منشان نشتري الوغرة يلا وهون جهزنا حالنا ورحنا لقرب سوبر ماركت منشان كل مين يختار الشي اللي تلو علو بالورقة هون اول ما فتنا كان كتير في شغلات فيهم لون أحمر فانا اخترت كيس يكون اكتر شي فالون أحمر منشان الطبخة اللي بدي اعمله كمان لانو رح تكون باللون الأحمر في هاد التاني الطويلة في هاي وفي هاي في هادول بس ما بعف إذا هادول حامدون هادول مصاص مانو ها وفي هادول بس هادول ما بعف إذا فيجان ولا لا إذا أريد كلاته النباتي ولكننا نحن نحصر لون أحمر أريد أن تختار لون الأحمر ماذا؟ الآن نختار من كيس أسنوبيا باللون الأحمر ثم نتقل على العصير ولكننا حيث أنهم غيروا الأماكن ومعنا نتقل على العصير لنرى أول شيء بعدين لقينا القسم اللي فاكليات والعصائر رحنا واخترنا عصير كمان باللون الأحمر ورحنا عمحل تاني مشان نجب له لتسنيمه الهدية بس للأسف ملقينا باللون الأحمر فعلت له خلص بس لنروح عم عالسول لانه ما في غيرنا غير هدول المحلين جمدنا فكتير صعب انه نلاقي لون أحمر من عند هذا المحل ما شفنا أبدا بعدين تمشينا شوي ورجعنا على البيت صار إلي محمود تعيني اشتري له وردة باللون الأحمر يعني هدية بس لأ أنا قلت إنه بدي اشتري له شي هي تختاروه بإيدا وهيك رجعنا على البيت وبلشت بالتحضيرات من شان بدنا هيك نعمل شغلة مثل النشاط هلا رح تشوفوها وهذا الكيس اللي اشتريت وشايفين فاكتير كتير لون أحمر وجبنا زبيب باللون الأحمر وحضرت فروج وحضرت له فلي فلي من شان وقت لحطوه بالفرن يصير لونه أحمر يلا وهلا رح نساوي هدو وطلع العصير لونه أحمر هنجل كتير كتير حلو لونه طلع يلا وهلا خلينها مستحون عمالك شوي شوي كأنه بادي اوه يبدو نساحة اي هو هدول احمر اي وان نعمل نفس المشكل احمر احمر هو لانه لابسين احمر وحن نعمل احمر وقبيا يلا نعمل مثل هاي بابا نوين يلا شوفي كيف يساوي انجل لا تبايت لا تبايت وهيك مثل ما شايفين عملت اللون بوشار وحطيت لون عصير باللون الأحمر وبدأنا نساوي هدول هنه كاراتين ووحدة بدنا نعمل رجل السلج ووحدة رح نساويه بابا نويل كانت المهمة شوي صعبة لأنه اللزاء اللي عم نستخدمه ما كان يلزق مني فاضطرينا نوقف بس طبقناها تطبيق لنفرجيكم كيف رح يكون شكله وبعدين اللزقة بالصموغ ثاني طبعا هدول كل الغراج جايين مع بعضهم يعني بكل كيس حاطين الكاراتين حاطين الأشكال اللي بدنا نطبق عليهم وهلأ طبعا بما أنه عنا عطلة أسبوعين فكتير هيك مستغلينهم بأنه نعمل نشاطات مع بعض وكنا اخترنا أول شي انه نعملكون فيديو باللون الأحمر هلأ عطلت راس السنة وعطلت الكريسماس فع كل المدارس مع عطلة والولاد بتمل لهيك الواحد بيشغلون بشيء بالبيت أحسن من المرأة خصوصي جو الشتاء كتير بيكون كئيب الواحد ما فينو يطلع محل وماشاء الله بيضل مطار فهيك نشاطات وشغلات بتسلي الولاد وما بتخليه يملك ومن معبي وقتنا كلها يعتمتوا موسيقى موسيقى وهلأ هيك بعد ما خلصت من الولاد وعملنا البابا نويل وساوينا النشاط صار وقت اني حضر لون الغداء طبعا كمان طبختنا هي لازم تكون باللون الأبيض والأحمر فأنا اخترت اني ساوي لون كبسة لأنه الرز معروف لولاد بترغبلو بس خفت انهم ما يرغبوا للون الأحمر فشو رأيكم انتو شو راح تكون النتيجة خليكم معي لنهاية الفيديو هون تبلت الفروج وأنا راح حط لكم بالوصف شو حطيت بهارات وحطيتهم بالكيس الحراري وبعدين حطيتهم بالفرن طبعا ضفت لهم في ليفلي متل ما قلت بأول الفيديو من شان يطلع لونه أحمر وهلا بعد ما صار الفروج جاهز وحطيته بالفرن اجيت من شان بلش بالرز بدي اعملي الكبسة فهون كان متل ما شايفين تقريبا موجود كل عدة الكبسة اللي بدي اعمله بس في كيس بهارات ما بعرف شو هو ما استخدمته هون هذا الكيس متل ما شايفين حاطين فاق خضرة وحاطين على الصورة انه الواحد شو بيقدر يساوي طبخة من هدول الخضرة متل ما شفته بالمحل فيه كتير كياس وكل كيس مختلف حاطين فاق خضرة فكل كيس حاطين على ورقة انه شو ممكن الواحد يساوي فيه فأنا هون استغلتهم وبدي اعمل الكبسة خلطت اول شي التوم والبصل بعدين حطيت الفليفلي الحمرة والخضرة وحطيت ارز بندورة بعدين البهارات كمان رح اكتب لكون البهارات شو هنه واخر شي بعد ما استوى الريز طبعا بدي يكون فيه شوية مي انه ما ااخد الاستواء الاخير من شان نحط على الملون الطعم فأنا اخترت الملون الاحمر حطيته بشوية مي وحطيته على الرز من شان يكون قسم لون ابيض وقسم احمر هلا بتشوفوا بنهاية الطبخة كيف وهون حطيته بالنص طبعا ننسيت لكم اني انا كمان بضيف للرز زبيب وبينطبخ معه كتير كتير بيعطي طعمة طيبة للكبسة وهون تلع الفروج كتير كتير ما شاء الله مستوي وهي الرز نصه احمر ونصه ابيض هيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو وان شاء الله يعجبكم وكتبولي بالتعليقات شو رأيكم وهيك انتهى يومنا باللون الاحمر والابيض بكل سلام بإذن الله والحمدلله الولاد كتير كتير حبوا الرز وتوقعت انه يشوفوا احمر يتفاجئوا ما يحبوا بس الحمدلله حبوا لقاء بفيديو جديد سلام شكرا 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 شكرا